كبير يا سابر النهاردة كل العالم بيتكلم على هذه الافتتاحية الرائعة بطولة العالم للكرة اليد وكمان بمشاركة الأول مرة في تاريخ كرة اليد أو كاس العالم مشاركة 32 منتخب ده أكيد تحدي كبير للمصريين ويوم بعد يوم بصراحة بعد بطولة أمم أفريقيا الدولة المصرية بتقول نحن قد التحدي إحنا قدرين على التحدي بشكل كبير جدا بنشوف المشهد النهاردة في الافتتاح أكتر من رائع مشهد يعني أكيد كان نفسنا نشوف الجماهير موجودة واللعبين كان أكيد كان نفسها تكون الجماهير موجودة أعتقد النهاردة كمان المباراة والفوس فيها كان مهم جدا لكن طبعا صحة اللعبين وصحة الجماهير ده شيء مهم جدا إحنا عارفين كمان رغم انسحاب منتخباي أمريكا ومنتخب التشيك بسبب طبعا ظروف كورونا أو عديد من الإصابات عندهم بفيروس كورونا إنه تم استبدال المنتخبين بمنتخب مقدونيا ومنتخب سوسرا طبعا كل ده في زل إصرار كل من المسؤولين وعلى رأسهم طبعا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وكمان يعني الأستاذ حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكورة اليد كل ده جوة إصرار لإنجاح البطولة أعتقد أنها كانت خطوة كبيرة جدا ودليل على نجاح البطولة وكمان هو حضور طبعا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه وحرصه على حضور الافتتاح النهاردة كانت انطلاق شارط البداية أو يعني بداية مونديال إن شاء الله بإذن الله تتوج في مصر بالكأس الغالية كنا سعداء جدا النهاردة وشفنا إنجاز كمان على مستوى التنظيم وده مش غريب على مصر يا سهام دايما دايما يعني بنتحدى الصعاب ودايما يعني بنكون عندنا مواقف كبيرة جدا جدا مش على المستوى المحلي بس على المستوى العالمي النهارة انطلاقة رائعة بنشوف كمان فوز المنتخب المصري في أول خطوات وإن شاء الله بإذن الله يعني في نهاية البطولة يتوج المنتخب المصري بإذن الله بكاس العالم اشتركوا في القناة